خلافات وصراعات لا تنتهي بين شركاء العملية السياسية في العراق وتأجيلات تلو أخرى للجلسة الأولى للبرلمان المشكل بعد المصادقة على نتائج الانتخابات الأخيرة التي شهدت مقاطعة كبيرة من الشعب العراقي فيما أكدت مصادر مطلعة استمرار الخلافات بين القوى السياسية وتفاقمها بالشكل الذي لا يمكن تجاوزها خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب مصادر مطلعة تحدثت عن وجود وفد إيراني في بغداد للمشاركة في حل الخلافات بين الأحزاب وضمان مكاسب حلفاء طهران فيما أشارت مفوضية حقوق الإنسان إلى أن العملية السياسية في العراق تأسست وفق معادلة طائفية وستستمر برعاية إقليمية ناشطون وإعلاميون عراقيون أعربوا عن استهجانهم وسخريتهم مما وصفوها بالحركات الاستعراضية لممثلي الكتل السياسية الذين توافدوا إلى مبنى مجلس النواب وهم يرتدون الأكفان فيما انتشر عناصر من ميليشيا سرايا السلام مع عجلاتهم المدرعة في عدة مناطق من العاصمة بالتزامن مع لقاءات تجريها كتل وأحزاب سياسية بشأن تقاسم المناصب بينما وصل أعضاء حركة امتداد إلى البرلمان وهم يستقلون عربات التوكتوك وشتاني بين توكتوك برلمان المحاصصة وتوكتوك ثورة تشرين التي ما تزال جذوتها في ساحات التظاهرات وبحسب مجلة فورين أفرز فإن أبرز أسباب الصراع بين الأحزاب في العراق هو الوصول إلى خزائن الدولة مراقبون أكدوا أن ما يحدث من صراعات وسباقات بين الكتل السياسية لنيل أكبر قدر ممكن من المناصب والمكاسب الحزبية ما هو إلى بدايات توضح ملامح المرحلة القادمة لعمل البرلمان واستمرار التشضي والانقسامات الطائفية وفقا لنهج المحاصصة المهيمين على العملية السياسية في العراق